السلام عليكم وآجمارة جوتة پرستاطورة لن تنالو البر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تهبون وما تنفقوا من رشين فإن الله به عليم قل طابكا نهلا لبني إسرائيل إلا ما هرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الطورة قل فأتوا بالطورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبئوا ملة إبراهيم هانيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة عبارك وهدى للآلمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هجو البيت من استطاع إليه السبيلا ومن كفر فإن الله غني عن الآلمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون سبيل الله من آمن تقونها إبا جوانت شهداء ووالله بغافل أم ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتيوا فريكا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم لله فكدهدئ إلى سرات مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بها بالله جميعا ولا تفرقوا واسكروا نيمة الله عليكم اسكرتم عداءا فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى هفرة من النار فأنكذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخار ويعبرون بالمعروف وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفلهون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما شاءهم البينا وأولئك لهم عذاب أزيم يوم تبيز وجوه وتسرد وجوه فأما الذين سردت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيزت وجوه هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها لك بالحكم الله يريد ظلم للآلمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله توجه الأمور كنتم خير أمة أخرجا للناس تعبرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسكون لن يزروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يؤلوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الظلة وإنما ثقبوا إلا بهبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وزربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغهر حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة القائمة يتلون آيات الله على الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعمرون بالمعروف والهونان المنكر ويسارئون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من الخير فليكفروا الله وعلم بالمتقين إن الذين كفرون الله تغنينهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريه فيها سرون أصابت هرتكوا من ظلم أنفسهم فأهلقت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يزلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا وادوا ما عليتم كذبت البغزاء من أفرائهم وماتوا في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعكلون هاتم أولئي تهبونهم ولا يهبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أزو عليكم العنامل وإذا خلوا أزو عليكم العنامل من الغيز قل موتوا بغيزكم إن الله عليم بذات السدور إن تمسسكم حسنة وتسوهم وإن تصبكم سيئة يفره بها وإن تسبقوا وتتكوا لا يزوركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا دوت من أحرك تبوي المؤمنين مقاعدا للكتالي والله السمي العليم إذا هم الطائفة لمنكم أن تفشل والله أليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا هم الطائفة لمنكم أن تفشل والله أليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولكن نسركم الله ببدري وأنتما ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون استقول للمؤمنين عليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصفروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم حدا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشى لكم ولتتمئن قلوبكم به ومن نسر إلا من إند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا يكبتهم فينقلب خائبين ليس لك من الأمشين يتوب عليهم ويعزبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويوزي من يشاء والله هو فور الرحيم